حد جاي بيقول لي انت جاي بتتكلم دلوقتي على العثمانيين وانا بقول لكم بمناسبة ما جرى في لبنان وبمناسبة رسول اردوغان الى لبنان الان بيقول لهم هو رايح لهم شيك على بياض لكل طلباتكم وكمان عندي تعليمات من رئيسي انه امنح الجنسية التركية لكل التركمان او الاطراق الموجودين في لبنان الان النهاردة هذا الكلام اقول هذا الكلام تم اليوم مولود جويش اغلو ونائب الرئيس التركي في بيروت النهاردة مش رايحين يواسوا اللبنانيين دول رايحين والجنازة لسه شغالة لسه الان جثامين الشهداء في لبنان لم توارد ثرة رايح اردوغان بعت نائبه وزير خارجيته رايحين يشتغلوا شغل سياسة في هذا التوقيت في زمن عز فيه الشرف هؤلاء الذين ذهبوا الى بيروت ذهبوا لدغدغة مشاعر الناس فالناس يقول والله يكتر خيرهم واحد بيقول النهاردة شايفين الرئيس الفرنسي عمل ايه شايفين رئيس تركيا بعت النائب بتاعه وزير خارجيته اللي بيقول شايف صورة قدامه لكنه مش شايف اللي خلف الصورة لم يرى خلف الصورة لم يرى التاريخ لم يقرأ التاريخ هنا ربما ننتحب ألما من أجل أن ننبش ونبحث وننقب في دفاتر التاريخ حتى نقدم للمشاهد ما يعينه على تفسير اللحظة الرهنة ليه تركيا بتجري وليه فرنسا بتجري لأنه الأطمع موجودة والتاريخ بيقول لكن بحذر اللبنانيين بقولهم معصول الكلام اللي بيجي من فرنسا اللي هي زرعت بذور الفتنة الطائفية في لبنان أنا بقول وورجعه أقره التاريخ اللي زرع بذور الفتنة الطائفية بين مسيحي ومسلم ومروني وسني وشيعي فرنسا اللي قتل 200 ألف لبناني تلت الدولة اللبنانية الأطراق 1914 ل1918 في واحدة من كوارس التطهير العرقي التطهير العرقي اللي ذاقه الأرمن في مذابح الأرمن ذاقوا اللبنانيين في مذابح اللبنانيين لكن التاريخ كان ظالم التاريخ ظالم التاريخ شغال برضه للأسف الشريد مش مغمعني الاثنين مغمعين واحدة بقول لك اللبنانين عندهم هذا التاريخ ارجعوا قروه شوفوا لما الدولة العثمانية اعدمت حوالي 27 مثقف عربي في بيروت ودمشق شوفوا لما اعدموا قاموا باعدام امير لبنان انا بقول للبنانيين بنور بنور الطريق بقول من التاريخ ما بقلفش حاجة من عندي ده اللي حصل